طب انا حديك مثال الخليجي عمل ايه مثلا في قصة ان البنوك رباوية ومش عارف ايه وانا عارف ان النظام المصرفي الخليجي بشكل عام عنده قدرة كبيرة جدا على العمل يعني ومجتمع شبيه لنا جدا في عادتنا وتقاليدنا وفي ديانتنا وفي كله يعني انا عندي تجربة هنا هي نجحت ليه احنا التجربة هنا مش في مصر نجحة ما خلينا يا جماعة نعالج المشكلة لان هي لو فضلت سايبها كده ده احنا اللي عملنا يعني الشيخ الشعراوي هو اصلا او هو اللي سأسس اول بنك الاسلامي في منطقة العربية اصلا في الامارات يعني احنا احنا نشارك شركاء في تأسيس هذا النظام المصرفي الاسلامي اصلا يعني ورغم ان انا مختلف مع النظام ده كله او مقواعده لك انا بقولك انه مش وقت نتجدل مع الناس خلاص ده واقع ولازم نتعامل معي ليه احنا مش بنعمل ده معرفش مش عايش معرفش انا كبير فطب دولة اعلام مهم هنا دولة اعلام مهم انه حضرتك تتوضح للناس انه هناك خيارات استثمارية امامه اخرى كثيرة جدا طيب احنا اتكلمنا عن الفلوس لو تحطت في البنك في ناس تانية بتحط فلوسها في البيت في ناس تانية بتحط فلوسها في ذهب في ناس تانية بتحط فلوسها في عقارات مردود ده على الناس ومردوده كمان في مسألة التضخم دلوقتي اللي احنا يعني بنعيش وكل واحد حيكون مكسبه ايه هقولك حاجة هو الرد على المسائل دي بيمرتبط بفترة زمنية معينة يعني منفعش نقول احنا نتكلم على وضعنا دلوقتي نهارده نهارده 23 يونيو 2022 لا ينصح احد ان هو يشتري دهب مثلا خالص مش وقت مناسب ممكن كمان شهر اقول كلام مختلف يعني نصائح الاستثمارية المختلفة خالص بتتغير بالزمن وتغير الوقت فمسألة الدهب هو على الاجل الطويل المدى الطويل ثلاث سنين خمس سنين اه هو امن امن جدا لكن بتواجه مشكلة في التسييل لو انت محتاج الفلوس النهاردة بتواجه مشكلة ممكن تبيعه بخسارة اصلا يعني فيه ناس اللي اشتريت في شهر ثلاثة الناس دي اتورطت في الترطوبيت جنيه زيادة سعر واهمي سعر كان فقاعة حصلت يعني بسبب مشاكل الدولار وكده فحاس حاطر التقييمات غلط سعر الدهب طلع العيار لألف ومتين جنيه وهو اصلا سعره الحقيقي كان تسعمية طبعا ما هو ده طبيعي انا فاك انها شهر اربعة طلعت انا وغيري يعني موضوع كان بسيط يعني وسهل لحد يتوقعه ده سعر واهمي فقاعة بابل لازم السعر ينزل ده سعر مش طبيعي ولا في مئة وتسعين دولة حول العالم السعر تسعمية جنيه بالدولار يعني بما يوازي بالدولار وفي مصر ألف ومتين فده مش طبيعي بكلف الجرام بالزبط فوقتها هنا كنت بقول اه بالزبط فوقتها هنا كنت بقول انه ده مش وقت مناسب طب العقارات البورصة فيها فرصة كبيرة اه مثلا شركة غزل المحلة تطرح اسهمها النهاردة اه النهاردة نهاردة غزل المحلة تطلع اسهمها فيه فرص كتيرة في البورصة بس برضو هسأل السؤال تاني هو فيه كم شركة شركة سمسارد أوراق مالية متوفرة على الموطنين اه هتلاقي شركة او شركتين تقريبا كله متركز فين القاهرة اسكندرية القاهرة الجيزة اسكندرية قاهرة الجيزة اسكندرية ممكن من كم شركة من ستين 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 امانين شركة حاجزناها بورصة النيل وقالوا حنشتغل على شركات الصغيرة وحننزل المحافظات نه ما فيش الكلام ده ما حصلش الكلام ده ما حصلش نه ما حصلش برنامج التروحات الحكومية بيتأجل بقى له فترة بقالوا يدخلنا على خمس سنين البرنامج ده كان هينشت البورصة جدا عندنا امل ان هو فترة الجاية لما يتم تروحوا بقى على اخر السنة يعني الكلام ان هو على اخر السنة وفيه شركات قوات مسلحة كمان دي هتنشت جدا البورصة انا انصح الناس او انا اول واحد هشتري فيه الشركات دي شركات نجحة جدا مضمونة مضمونة نجحة جدا ومستقرة بالزبط قوائمها المالية متينة وقوية جدا جدا فده سهم قوي بس فيه ريسك هنا وحيطرح بشكل صغير وحيطلح بالزلط بس هنا البورصة فيها ريسك فيها نسبة نسبة احتمالات من خسارة اموالك غير البنك البنك كان زيرو ريسك فاحنا بننتدرج بدرجة المخطرة البنك هو رقم واحد فسنديق الاستثمار اللي مكانش يعرف قبل كده بقى لنفيه حاجة اسمها سنديق استثمار قد تقدر النهار ده لو معاك مثلا هنفترض مليون جنيه 500 الف جنيه ممكن تروح لسندق استثمار تقوله لو سمحت تفضل فلوسي عايزك تعمل لي محفظة محفظة متنوعة هتعطي لي جزء السندات بالزرط تعطي لي جزء في السندات للخزانة مثلا تعطي لي جزء في الأسهم تعطي لي جزء في ودايع تعطي لي جزء في وانت او ما عندكش خبرة هم بيكون عندهم حد يديك الخبرة دي ويقولك ممكن تستثمر فيها هو ده انت لم تحدد بقى هنا العميل هو اللي بيحدد هو عايزي لانه كلما زادت المخاطر كلما زادت فرص الأرباح خلي بالك كلما انخفضت المخاطر كلما انخفضت الأرباح في هنا معادلة وبلنس بيحصل فانت عايزي مثلا 20-80 20% من محفظتك تبقى كلها فيها مخاطر كبيرة عالية زي الأسهم و80% مضمونة زي سندات الخزانة مفيهاش أي ريزك انت تبقى عايزي انت اللي بتقولهم ولا 100% فيش ريزك وبناء عليه 1-2-3-4 البنوك الإسلامية لازم تقوم بدورها واحد الاعلام لازم يوعي الناس لازم الاقتصاديين وانا بقى لقوم نفسي وغير مؤسسات الاقتصادية مش وصل فطنة للناس لازم توصل للناس وكل واحد يتكلم بالطريقة اللي شايفها مع الناس لازم يتم تنظيم الجهدي ده كله عشان نوصل للناس دي الفلوس دي حرام انها تضيعها للاقتصاد نقدر ان احنا ندخلها لو دخلت في البنوك هتنوم مشروعات لو دخلت في البورصة هتنشط شركات كتيرة لو دخلت السنديل السسمار هتزود الناتج المحلي وهتخلق فرص عمل فلوس دي حرام موضال اقتصاد غير رسمي اللي حنا طول الوقت بنتكلم عنه بالزبط كده فدي رشية تسريعة للوضع وحلوله واسمح لي ان انا اقتبس الجملة اللي لقيتها هدير الفجوة هي فعلا فجوة فجوة ما بين المؤسسات المصرفية ونظام المصرفي حساباتهم تتكشف للدولة او مش عايزين يحطوا فلوسهم في البنوك عشان حرام او مش عايزين يخطروا ويقولوا ان انا معايا فلوس من مصادر غير مشروعة كل دي نمازج على اليمين كل دي نمازج على الياسار او احيانا كثير بيكون في ناقص المعلومة وناقص الوعي علشان برضو نكون منصفين